إذن بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المتعلمين ومتعلمات مرحبا بكم بالتنامدات السنة الخامسة ابتدائي لكي اشتغل العلمانوية المستوى الخامسة ابتدائي باللغة العربية نستمر في العمل ديالنا واليوم إن شاء الله مع صفحة 25 اللي عندنا واحد درس ديال الليكتور ديكسون يعني غد نقرأ واحد القصيدة الشعرية دائما مع الواحدة الأولى نتاء في الأسبوع الأول تعد الخامس إذن العنوان ديال القصيدة ديالنا اليوم ديال اللي بوائم اللي غا نقرأ هو لبي ناطال يعني البلد الأم يعني البلد الأصلي فاش تخلاقيت ناطال جاية مني يعني الزيالة صافي جوسويني وماروك باركزمبل يعني أنني ووليته أو ازدته في المغرب إذن كنقول لبي ناطال هو البلد الأم يعني البلد ديال المنشأ ديال الأصل فاش أنا تخلاقيت وتزاديت دونك عدنا القصيدة كتحدث نو قبل ما نشوفوا القصيدة دائما كنبدأوا بجوب صرفي جو ديكوفر كما كنتشوفوا عدنا جوب صرفي جو ديكوفر كين إجابات سوف نعطيه لكم في الدفتار باش يبقوا عندكم دائما كما كنتشوفوا عدنا هنا واحد صورة مصغرة فيها أسرة يعني كين أب كين أوم كين جد كين أخ كين إخوان كين دريالي صغار وفي نفس الوقت كنشوفوا واحد الجنوم واحد شاب اللي كي يشوف فاش كي يشوف اللي كيفكر كيبالي هاد اللي بتيت هاد دوائر صغار اللي بيول عشنو كيدير عنا كيفكر فلماضي ديالو عنا كيفكر ديالو عنا كيفكر اللي كاتر بتصريخة هنا يعني هاد الأسرة جياله Donc on dit D'après l'image Ce jeune homme Pense A sa Famille Voilà Donc D'après l'image Ce jeune homme Pense A sa Famille ولا Sép paro Un genital نقول Sép paro L'abouen Diyalo ولكن من l'ahsane نقول Sa famille يعني L'aile Diyalo Bessifatin عام D'après Le titre من خلال العنوان Diyal Nus والذي القصيد عفون اللي هو Paya Natal والimage والصورة يعني من خلال العنوان ومن خلال الصورة Ce jeune homme Wach gillik Judl Hwaj Vytil Ankor Avec Sép paro Wach ki Yish Aydan Mazal Kiyish Maha L'abouen Diyalo Vytil Ankor Dons Sép Somp Paya Natal Wach ki Yish FI L'Balad L'Aum Diyalo Edan Btabiha L'Hal Vytil Avic Ankor Sép paro Nla Eglash Hina Kif Kif Wibardna Le Voila Dapre L'image Ce jeune homme Vyt Lloin De Safami يعيش بعيدا عن عائلته Dapre L'image Dapre L'image Ce jeune homme Vyt Al Etranjee يعيش الخارج بعيد على L'abouen Diyalo Diyalo Donc Vy Il Vyt Al Etranjee Dapre Pour Comprendre Bash Nuk 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 فهو عندو بعض اللحظات ديالو فاش كيكون الخمول كيكون الحوز كيكون كيف كرساف شي حواج اللي ممكن تتمسو في العاطفة ديالو بلان دي شاز دتخوفة يعني ما ليه بالأشياء سابقة الماضية يعني دي كريات الاز يو هاد الاز يو لاز يو ان دالارم فورتيفة كل ناز كان في هي كوبوا يلوك بأن العينين العيون بها دموع خافية الاز كون في كوبوا يعني ما يمكن انها دموع تسيل إلا وسط الغابة كون فيه او كوبوا الا بوه هناك يخصبه الغابة مايمكنش دموع ديالو يشوفو ها ناس قدامو بحق أن الإنسان عنده عزة وعنده وقدام ما يبكي شيبان كيبان كيبكي قدام الناس ولكن كيبكي في الغابة لا هناك شاك بلوم كل لغاج دي طاش دني دي الوازو هناك حيث العاصفة كتتقطع واحد الرشة كلما قطعت واحد الرشة من العشة دي الواحد الطائر يعني أي رشة مشت من العشة دي الواحد الطائر ما ببورت غيف دي جناج كتحميلو لي قلك واحد الحلم من طفولة ديالي انسوفنير دي من برسو واحد الحلم عيدا من طفولة ديال يعني ملكان في السرير لبرسو هو السرير ستاي لطابل أسبيتاليار أنا باش ما نغلطوش هل ما لكيقول لك الطبيب السبيطار لا ستاي لطابل أسبيتاليار يعني دي مائدة ديال الطعام مضيافة كما كنقولو اللي كانت على مستوى البيت ستاي لطابل أسبيتاليار ستاي لطابل أسبيتاليار كي نو رسمب لي شاك جور يعني ديك المائدة التي كانت تجمعونا كل مساء أو كل ليلة حلاس يحصرا للأسف على بل دي مامار يعني كل ما كانت لأمودية لما تناديهم توس نو رويندرون بلو سا سوار اننا ما رجعوش نجامو عليها يعني كان الشرابي اكستر ستاي لير پور دانو برويار يعني انك يرجعو كيتذكر ستاي لير يعني الجو سافي جواء ناقي دانو برويار هنا برويار واحد لنا بتاع عطرية عشب من الأعشاب العطرية اللي فيها رائحة زوينة ستاي أوفلون دانو كوتو يعني في وسط هادو كتلال ديالنا كوتو كتعني تلا تلال دانو برويار دانو برويار نشوف نشوف دابا جو كمبخون عشنو عدنا في جو كمبخون باش نجابو عليهم ووالا جو كمبخون قربو حتى الدفتر ديالنا باشي بلين الإجابات جو كمبخون جولي سيلانسيوزمون لبويم يعني اقرأوا قراءة صامتة القصيدة في جانديك ثم اجيب على اسئلة اشير النوب دو اسطخوف شحال مستخوف أنتي منها وبذلك اعمل مقتع عندي فيها مقطع شعري المقاطع هما هادو نشيي بحال النص دى مفاقو فيه فقرات في القصيدة الشعرية لنتحدث عند تختار مقاطع هالا مقطع الأول اسطخوف هالا اسطخوف الثاني اسطخوف الثالث اسطخوف الرابعة كم بين دو اسطخوف عدنا في هذه القصيدة س이주세요 عدنا 4 اسطخوف هما هادو المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة واحد البيت تاني تالي ترابيع واحد جوجة ثلاثة اربعة اذا كلهم فيهم اربعة اربعة اذا هاد الاستخاف كي تكون دو 4 ذاغ اربعة ابيات شعرية كي تكون من الربعة ديال ابيات شعرية 4 ذاغ كماندي ان فرانسي ما تكون هو وزيف فورتيف او تخريبا او رااج وازو برسو برويير مير وار وار سوار ساسوار ياغ ار كوتو او هادو هما عندو محضة الرنة خاصة كتسمة القافية ولكن هو واحد صوت الرنة كيعطيه واحد جمالية للقصيدة باش تكيتلقاها المتلقي وهو مستعد يتبعها حتى الاخير هادو المو كريم وما هادو المو كريم لما عندنا وازيف فرتيف اتخفوا بوا كما قلت لكم في ما تبقى من القصيدة نشوفوا مانتونو لكسيون تانية اشعادنا فيها جو ريبان كما عندنا في الكتاب ديانا ما كتشوفوا جو ريبان او كسيون اوجيب على الاسئلة دي قوى سسوين لبويت؟ دي قوى سسوين لبويت؟ دي سا فاميه هاي أجدنا هنا يا سأل آخر قال لك اذك كي Vivi تيل مع من كان يعيش؟ يعني في الماضي هنا يومي تيل الماضي قولنا يل فيفي أذك سا فاميه سأل سي صعبات مع أشخاص الإيزائيات في مجموعة لنعرفها من القصيدة نعرف بعض الجدول و الأجراء لكن يكون لدينا فيه و في القرية سؤال هل يظن يحتوي على حديث النساء والبعض المصرحة لك؟ ما قد يكونوا بذكرات الجميع او لا قبيحة من طفولة ديالو. إلا غاردي دبان سوفنير بطبيعة الحال. إلا غاردي دبان سوفنير دسان ننفونس. إلا هنا الدرس ديالنا بطبيعة الحال. سيبقى ما هو تأخر. قرنا القصيدة. جولي جودي بيان لبواني قراءة قراءة شعرية. جولي لبواني مدون مانير إكسبيسي في قرينها. جو مارك ديبوز يعني نشجل. دوك توقوفات ديخس نشجل في قصيدة شعرية باش يكون القاءة ديالها له وزن وله وقع على المتلقي. ايضا كلا هنا الدرس ديالي كنتها. شكرا لكم على حس الانتباع والمتابعة. حس الانصات. ما تنسوش كما كنقوله دائما في طرقناتنا في نجاح الدراسة والمهاني تعبروا عن إعجاب ديالكم. خليونا التعليق وما تنشوش تنخرطوا في القناة لكي تعم الفائدة. الى الدرس اللاحق إن شاء.